احمد سويب رئيس شرفي الاتحاد القضاة ليداريين مرحبا بك شكرا نستيضا البرح يوم غضب بالنسبة للقضاة نهار الخميس 23 جوان فما اضراب عنده ثلاثة جمعات متواصل اضراب جوع منذ بعض اليوم فيما يخص ثلاثة من القضاة المعصولين نهار 22 اليوم الوسائل الاحتجاجية هذية والكل اللي هي وسائل قصوى لشنوها وصلت مع السلطة ثم الحاجة تقلق هي ليقولك الاضرار مسارح المواطني صحيح الضرار الحاصل فماشي تناسب يعني في المواطنين مع شن اضراب مفتوح من قبل القضاة ويلزيبنا هذية من نجموشي من ناخشو ماشا هذية من قرنوشي بالاشنوها للصار على مستوى الوطني على مستوى السياسي والدستوري يلزيبنا نقيسوه انا ديما عندي نظرية بتجربة حياة تعلمتها الخطاة كلنا خطاؤون ما نبداو نوزنو مقدار الخطاة متاع عشي ثامر ولا حمد ولا هيكل ولا علي الا مخنب الاختار الخرين ما كانش واحده بياه اظنو ان الاضراب خطاء لكن لا يقارنو بما يتعرض اليه القضا عامة وعشرات القوضات خاصة بما معناه انو الاضراب تراه مش الوسيلة الاحتجاجية المثلة في الظرف هذر؟ بالعكس حكون اشارتو انا التعبير لا خيارة للقوضات امام المنصروزيته جوريديك بوليديك كونسونال معناها دون البلدان الربوليكي توتور ليتوقاسو فما حاجة تعجبني في الدشتور البرتغالي الحق في المقاومة الشرعية ضد القرارات الجائرة فما فصل انا الرا بالنسبة لي وكل عبد متبني ومستوعى بو مؤمن بالثورة ما ينجمشي يفقد الحد الادنى امتاع النار الثوري انا بالنسبة لي عادي جدا كون المقاومة تكون باقصى الطرق تجاه ما يقترفه هو طوع قاومة 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 بكل السبل المتاح كل السبل المتاح ما مدى نجاعة السبل اللي تم توظيفها الى حد الان في الاحتجاج على قرارات قاومة 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 على ابن بلد أي جزء من السلطة الدستورية تتعقرب وتتخبض وتتذكع وتعمل تحيل في تطبيق بعض الجوانبين للدستور وتاخذ للصريحية الكلة بالفصل الثمانين دحية له ووسعوا وطبقوا بمعنى الله بطريقة الامر المتناهية حال الحاجات صريحة يقول لك توقع النواة تخدم في حالة عمل ذا يجي سكرها يقول لك احترمت القانون و بالفصل الثمانين بشعمل دستور جديد شوف هذا نقاش مبدئي والحديث حول نقطة مبدئية لها في علاقة بخمسة عشرين جويليا وكل شيء لكن المسار تواصل حتى لليوم القضاء اليوم هو في الحال اللي هو عليها نرجع لك السؤالي ما مدى نجاعة الاساليب الاحتجاجية اللي استعملوها القضاءات حتى لتوى من ضراب اللي مدة ثلاثة أسابيع من ضراب جوع عنده نهارين ولا ثلاثة أيام الى الاساليب الأخرى اللي تم توظيفها حتى لتوى الكل ما مدى نجاعتها هل انه بداي حوار مع السلطة؟ طلبة التنسيقية اللي تتركب من ستة هيات جمعية القضاءات اتحاد القضاءات ليداري نقابة تنسية القضاءات نقابة القضاءات محكمة المحاسبات جمعية القضيات التونسيات وجمعية القضاءات شبانة ستة هذو ما طلبوا مقابلة الجمهورية للحوار لكن هو يرفض الحوار كي ترفض انت الحوار وتفلق الدستور وتفلق المسل على قضاء ماذا تريدو ان افعل؟ اما اذعن ولا اوقاو القضاءات قروا المقاومة عن طريق الاضراب وعن طريق الاضراب الجوح على القد تحل للنقاش موضوع القضاء القضاء في بادي الاختار ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مجتمع مدني اي قاضي يحصل مبدأ المسائلة لكن فهم حدود الدنيا متع مسائلة اللي هي اللي اطلاع على ملفه ممكن ان تعسلح ما تصوير بلك شي مرتشي فاسد نورمال نطلع على ملفه حقي ثانيا في هيئة تأديبية مستقلة لهذا لا الشرط الثاني مش موجود حق الدفاع على روحي مش موجود حق الطاع المحكمة اليدية مش موجود العب جديات متع القرن 17 حتى قبل كانوا الثورة المنصة ويرجع لها ولو ديج مدى جوستيس اكسبديتيب لكنه قاع محاكمة مقدام الرأي العام هذا دون محاكمة وضافوا الى ذلك فما محاكمة فما محاكمة في فيسبوك فما محاكمة في الاعلام فما هذية الكل هذية زادة هذية محاكمة اللي بشي عملها بستصير عليه ما عملها ابن علية وجماعة مبعد صارت عليهم عملوها النهضة صارت عليهم وقيسي سعيد بستصير عليه وهو بيدو اتصوروا انه سيحاكم من اجل انقلاب هو اللي معاه المواتنين يرون اللي فمن عدهم للعدالة ولي مرفق القضاء ما هوش في خدمة الصالح العام حتى التوى ماذا؟ كيفاش اليوم اللي راو فيه عبارة على ما هو إلا القضاء اللي من الجامش يحقق حاكمة عادلة وكل شيء ويصلح روحه اللي هو اليوم يعيش في نفس الاعتباطية وفي نفس الارتجال وكل شيء اللي تميزت بي سيس الدولة التونسية في السنوات اللي فاتت الكل ووصلنا ما حققناش العدالة اشنوى المشكلة الكبيرة في وسطها لهيك القضائية اللي تمنحها بش تصلح روحها وبش تعاود هيك الروحة اخذ الملف القضاء متشبد بطريقة هذي كان مزوز قضاء عندهم مسؤوليات كبرى وهو مبشير عاكرمي وطيب راشد فرشوا الخور اللي متعلق بكل واحد منهم عالنا بينما انه قطاع القضاء كان تهيمن عليه حاجة ما تعبر عليه باللوميخطاء يعني بالصمت اللي نتفهم فيه الناس كل والقطاعوية هذيك ونسمعوا حديث مثلا الهيك القضائية يعني على النقل نسمعوا الحديث على التعيينة نسمعوا الحديث على هذا لكن منسمعوش حديث في اللي خص الرهنات اللي متعلقة مباشرة بالصالح العام وبحق التقاضي وبالوروج العدالة والحقوق هذيه الكل اللي تقول فيه مكتروا صحيحة السيد ثامر وهذا بش يخلينا ولا يدفعنا الاحديث حس صحيحة كيفاش يصالحوا القرار يظهر اللي فهمة القضاء المحور الولاني هي الاشخاص كما قلت سيدك احمده علي وثيرت وكشترا المسألة الثانية هي النصوص متاع الاجراءات وضمنات المحاكمة العدلة في النصوص حاصلتها المادة الجزائية والمسألة الثالثة هي تنظيم المحور الولاني ونقشنا فيه ونقشتها مع بعض وحتى فهمة شكو نتبناها منهم الصحافي الألمعي هايثم هيكل هايثم 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 عانا تقريبا ثلاثة قاضي اقترحنا حاجة بش نخرش نجتفتو لقوذات الفيستيك صحب القاضي حمد السواب حتى للمتقادين قلت له مفتاة وطبقوا عليهم حمد السواب نعمل لوجيشيال حمد السواب وزوجتو وخشاشو وكان تحب نواصلوا شوية ليدسندان بلش يحب يتنو وش يهرب حويجات القرق من هالوالدية ويبنتوالما أخر واضح ولاي دونك الليلاتيرو أسندان يدسندان تكل واحد تقريبا تلقى عشرة حمد السواب ورح عشرة ثلاثة ألاف قاضي في العشرة يجيب ثلاثين ألف نشوفوه نعمل لوجيشيال نشوفوه لوجيشيال ش فيه حمد السواب بالبنك سنترال يعطيني اش عنده أرصدة بانكية في الجاري وفي الادخاء بما فيها البوستر نخرج حمد السواب وعائلته بالله بالله ش اسمه تلك النعرية تلك الآلة اللي بتعطب بش اسمه سكانير نعرف ش عنده على مستوى البنك بما فيها البوستر نعدي نكلم السيماف على البورسة ش عنده تشد بعد الثورة قينا عنده 800 مليون في الإساكسيون ومبورس ثلاثة نتعدي الدفت الخانة تشعنده أملكة عقارية أحمد وعائلته في الخارقنا وكل شيء رابعا نتعدي القباضات المالية خطفة حاجات ميتسجوج في دفت الخانة على خطر معهم شديد الفانسية مثلا بالقباضات نطلع العقود وعائلته وفهم حاجات أخرين فهم حاجات لا نحب أن نسجلهم لكن نأخذ العقار نشريه من عندك ولا ملك آخر ولا أصل تجاري نسجلهم في البلدية نعرض باللمزة وما ننسبوش بلديات ونأكدك نخدمت أنا في لجلة المصادرة عادنا إدارات يجيبلك حمد السواب يجيبلك عمليات والكور اللي يقولتهم لك الكل إذا ما جربناهم في بضع أيامات نأخذهم الكل مجربة مجربة فعملناها في المصادرة يجيبلك حمد السواب نبعث هذومها لستة هم كالك جور يخرجوا لي مئات عمليات هيا سيدي ونزيد الحاجة الأخرى هي نعود البنك سنترال البورسة دفتر خانة القبضات المالية البلديات السادسة هي لا تي تي نتعلى الوكالات للبن نأخذ الكرام تحمد وعيد الأسطول خاطر ما فرق ما بين بجو دسانسات كي ما هنتخوك وإلا عندي كيان بستمائة مليون دانك نشوف واخيرا تقنية نحن تعاون هي مستوى العيش متاعك ما معناها مستوى العيش نكلم مستوى العيش ونقول لهم نحن تسويب بالأساسين الأخرين ليس خرج سترسلوا خوضات قبل الثورة وبعدها يمشي يتفرش في كانت في ديربي لانترو ميلان ولا برسا والرياض ولا سيتي وليفيربور فهم الناس يمشون نهارين وثلاثة يمشون قضي الشريف لا ينجم شي يسافر أصلا يسافر أصلا يسافر أصلا فمزوزة راضيات يا إما تلقاها لولا عندي مصادر مشروعة من طريق زوجتي وقال لو ورثت ما عنده والدي بره وحمد أنت يا زيد الزيادة من أجل ما تبرد تبدأ المحاكمة والحاسن بالقانون والإنصاف الخاتر اللي صار هذو من سبعة وخمسين بارامون المافيو واضحة وجالية وموجودة ومنسبة مطلب حتى بشر السبيل الثاني هي نصوص القانونية نصوص القانونية صديقين على النصوص من الحريات هي المادة الجسائية في المادة المجلة الجزائية والإجراءات الإجراءات كما اليوم قلت والله قلبي دم معتمد في منوبة معتمد لأول إجراءات سامية من منوبة شدوهم على تاكسي الجماعي سيبوه من اليوم قديش ضربوا في الحب السباقين من أكتوبر عزيزي قرابة يعملوا عار يشكو بشعديهم حقهم هذوما نتيجة نص كارثي فاشي نجلة جرى الجزائي وخاصة الفصل الخمسة وثمانية اللي قلت لهم يخوضاء تراه بشي يصير عليهم وكسر عليهم بشي يصير عليهم بعض القضاء ودوك نص خيب وقضاء بالنسبة لي يتمقوا في القانون بطريقة متاع القرن وقت البيت نعاوه انتبع الملفات والإثراء غير المشروع تحمد تسوى اثنين مجلة تلشرية الجزائية تعرف مجلة جزائية وقتاش نعرف 1913 ماذا قولك؟ قبل جير رانوبلة انتوا ونطبخوا فيها يا انا كي تحبني انا قادش انطبقوا والرئيس قال طبخوا كان الخانون راه القاضي ليخلك الخانون يعني انطبق عام 13 الهم بدرتش انت عندك عام تخلص في عشرات الملايين واضربت من ظهوراتنا من يات الملايين ما تلزمش البدل برسوب ولزان الجزائية كذلك عام 68 وقت الاستبداد بتاع بورجيبر وانا اكد ذكاليف خدمت عليها خبرات توازة قضاة وجميعين ومحامين وإداريين موجودين وكاملين خدمناهم بلاش بلوس بيه هنا خانكمالك عدد ثالث اذا بلي مش يكون نظيف ثامر المكة يلزم نص ينص يطبقوا يجيب لي نص متع هانون رشيد عمر بن الخطاب وبغلة الكوفة او البغل متع عمر بن الخطاب ايش نعمل هذا ما نطبق بغل البغل اللي يطبق بغل يطلع بغل اذا وعليه اذا العباد النصوص وخاصة التنظيم الاخرى التنظيم مثلا حكاية التطبيق الاحكاء يلزم تنظيم يلزم ادارة ادارة امنية تابعة للقضاء هي تنفذ الاحكاية وتستجلب الناس اللي موضوع التتبق ويعادة تنظيم الوجارة ويعادة تنظيم التفاقدية 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 بن علي راهو التفاقدية بن علي دونكن عاوي تنظيمة نصا وعيبادة واضح بايخي خليخ انكمالك عددتوا على القوضات هاي اعطيني مسؤولية القوضات في هذوما الثلاثة عندهم جزء من المسؤولية في تطبيق النقص في الاجتهاد عدم الاجتهاد عدد ذلك ما ينجموا يعملوا شيء يجيبش القوضات يبحثوا لك سعادة الفلوس انت ويتردوه يا حمد شواب يا فاسم يجيش يبدل المسؤولات الجزائية يجيش يبدل التفاقدية دون يتحملوا جزء من المسؤولية القوضات خاصة في عدم الاجتهاد وعدم الإبداع وعدم الجرعة اما بالاساس الدولة هي اللي تبدل النصوص هي تبدل هي متفاهمين السلطة دي ما تحمل المسؤولية لكن هي المهنية لكل القطاع ومنهم قطاع القضاء زادت نجم تكون هي قوة اقتراح وقوة الدفع في الفترات ما الأخرى كانت فرصة موجودة باي هنا كيفاش تفسر الارتباك اللي اللي يحبوه في علاقة بتصرفات قيس سعيد في الفترة الأخرة فيما يتعلق بالقضاءات اللي نسميه هرتباك شنوه هو مراسيم مختلفة قاعدة تخرج ورابعادها 19 جوان يخرج أمر ينقح به قانون المجلس أعلى للقضاء 19 جنفي 6 فيفري يعلن 19 جنفي 2022 لا لا 6 فيفري لا 19 جنفي نقح عمل أول تنقيح للقانون المجلس أعلى للقضاء وبعده 6 فيفري أعلن وقتها من وزارة الداخلية حل المجلس الأعلى للقضاء 12 فيفري الإعلان اللي كان ما فهمناهش وقتها نية قرار حقيقي كذا 12 فيفري يخرج المرسوم اللي يحل به المجلس بعد نزيده شوية نهار واحد جوان يزيد يخرج مرسوم يعفي 57 قاضي ويخرج معه مرسوم آخر ينقح القانون المرسوم مرسوم المرسوم والأمر سمعني ينقح بيه ويعطي لروحه صليحية مش يعفي ويعفي 57 قاضي هنا حتى المراسيم والأوامر اللي خرجت ما فيهش انسجام ومنلاحظوش أنه فهم سياسة واضحة بنسبة الرئيسة الجمهورية للتعامل مع الموضوع هذي بيش تفسه فهم أغزولي قد عيني انتبع في الشأن العام بصفة مرضية منوقت بورقيبا وأكثر ازداد الشغفي منذ خطر فهم نوع من الشغف العلمي حبيطار شمانا واحد الانقلاب عاشتم من البعيد انقلاب الطبي بالتعقريب على الدستور انقلاب دستوري هذا هو وعند انقلاب دستوري ثاني عاشته تونس مع القيامة وليف نتبع اذا نتبع وشرتوه فاضي شغل اندريت ونخدم دونك شوية محمد دونك مريض له كان بشي قيس سعيد مذكروا لي انتي ما زال عندك صيفة رئيس الشراء في الانتحاد القضاءات اليدي مكبش فيها ماذا كنت تعطيني المسرعية بشي تجد من التكلم ماذا كيكا ما كان شغلوه شوية دخلة أعطيني حاجة وضعية مغير بكل الارتباك اللي يعمل فيه قيس سعيد شرتوه مشاريعه الكبرى مشاريعه الكبرى مشاريعه الكبرى البناء القاعي ديها وقاعه التوا ليس معدي هلو صالق بالعيد وهمين محفوظ السلح الجزائي بارك توا عند واثنس سنائه يكتب فيه شفت وكتبت عليه كانت وهي القابل التطبيق بدليل انه خرج من 20 مارس التوا اللجنة الاساسية هما اربع ليجان اربع مستويات بيروقراطية جديدة من 20 مارس التوا لم تحدث اللجنة الوطنية للسلح الجزائي بخلاف بخري خلينا في المراسل لا لا خلق الارتباك كله هو ارتباك سلح الجزائي شركات الاهلية او النبواريان نسمه كان كلاب المراسل الجزائي لا نرى السلاح القضاء ليس مرتبك فيها مكثب السلطة وتبديل الدستور هذا كله ارتباك الارتباك نحب أن نؤكد الذي لديه قضاء بصيفة مستقرة ينقح المسلس على القضاء يطيحه بستة فبري وهذه لازم تتقرع كون الكلام أصبح قانونا الكلام نصف الليل سيس ست فبريه قبل صدور القانون هذه لا نقرعها لا عجيب لا نقرعها لا نقرع السلطة 2 فبريه سيناح نواة وقتية نواة وقتية بعد شر ونصف ينقعها وخاطر المعلومات التي يجب على قضاء وخاصة قضاء العدل لم يتحدث المجلس على القضاء مع الحالة التي يشهدها القضاء خاطر هذه المعقوذات وهذا ما تم تعيينهم بعد مسار اللي صار معينون مجلس سيدنا مجلس سيدنا ومجلس سيدنا رغم ذلك المجلس قضاء الحالي هو مجلس سيدنا وبالتالي خضع رئيس الجمهورية ما نعني ثامر ما نعني ولدك ولا أخوك ولا صاحبك أو كيف أنا قريبه في الفاك ولا توقيمه في القضاء تسايا يكلمون الناس على قضية ونقولوا مراني يا سي ثامر ليس نطبق كين القانون القانون تلقى براضيات يعمل ما نعني في تنيس ومعني ما ندعه في نرحلة ما يبدأ في نرحلة ما يبدأ في نرحلة وإذا كان ما أعمل شيء يقول دي المكي بشي أخر المسكلة في المبين وبين قلت لهم هذيك في المبين وبين النجم نجتهد عليه ظروف تقفيف ما أعمل شيء قبل فهمتني نعرفه أعمال ترنتين معه نعرفه في الفرانسير مغظيف هذيك النجم نجتهد مثل السيدنا في المطابق القانون مش عم نمزي بشي طبق في اللي الطنجان اللي يعفيها سك نمشي مع السيدنا هم حاجات ما ينجموشي كمهام يعملوها إذا كان ولدك جايب لص وعمل فوسك ما نجمش نعديه حتى لو كان يتم تتبع الناس لحميدي بعد ما نكمل لك هذا حتى وقتها المجزة على الخذاة ما يدخلش حتى لو كان رئيس جماعية القضاة يتم تتبعه لا يتتبعه ما زال يتفقد عادة خطيه خطي المسلس هذيك ايه اما ما يتحركش مايش مسألة رمزية كبيرة مايش رمزية ماهو كارو يتحرك انا كارو يتحرك كارو يتحرك ماش بشي قولك انا هو ديجاع يعطيه صحة يعطيع كو نحترم الابناء واليهي حاجة انورم دوسي فارغ مافهم شي جابرو النلللللل لعفاءات واضح والمشارة اوما يج J اليج يلجم ويتكلم وأنا جسع نعرف خدر نعرفهم państW شلطي نعرفهم للكوا تقريبا انا جسع الللم يتكالم بطريقة أجل النمع أجل واضح ألا أما نقول لك إلياد للرزيستانس ودونك هذا أشخاص دعم القضاء للرزيستانس ما هو النجاعة النجاعة عزيزي البتقاضيين هم مكبوبين أنا بيدي الضريت أنا بيدي الضريت أنا عندي قضيتي في ترسيمي في المحامات اللي تم رفضيني في ترسيمي في المحامات عندها أربع سيء في المحكمة الإدارية وزبستي توخرت ومعينة في الإضراب هاينا صالحي فما حاجات أهم الوطن ومنسارة الديمقراطية وفاصل ما بين السورة ودولة القانون أنا بيدي موقفة بين أربع حيوط في الحبس أنا شعب كامل ما بين أربع حيوط أنا شعب كامل في إزبال أنا مرضنا 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 فما رقم هذي ينجموا ينجموا بدفع النجتمع المدنيات ونصل للزملاء ونقول لهم في حكاية الإيقافات على أقل ما توقفوش الإيقافات ويظل لي مش بيقفوش لا لا في اللقافات قاعدين يخطي لا فراف سيد عبير موسيخ يمسمعها على قاضي التحقيق في الإضرابة لا فما من يمع قاعد يخطي 57 قاضي تم أعفائهم منهم 29 هما حكم تحقيق ومن يابر عمومية الرقم هذي عنده زوز قراءة قراءة مش نيابر عمومية نيابر عمومية مش نواتة واحد يخطي ثامر رقم شدو نعم المعبسة شدو نعم نعم الـ 29 نعم الرقم هذي عنده زوز قراءة قراءة اللي من ناحية القضاءة أو الهيكل القضائية اللي هو استهداف للناس للقضاءة اللي ما يحبوش يكونوا خاضعين تماما لأوامر عندي معلومات ثابت ثابت في الجسم العدلة التونسي اللي مسؤولين على فساد على تعطيل الملفات على أحكام جائرة وقاسية على عدم الالتزام بحريات تضمنها بعض القوانين والاقتصار مثلاً على المجلة الجزائية اللي انتي كنت ذكرت اللي هي من عام 1913 وغيره ما بين القراءة هذي والقراءة هذي أحمد سويب أما هي القراءة الصائبة والله صائبة هي كانوا نطلعوا صائبة رأي مصيبة هذي جاء في البلد شو نقول لك العقلانية تستلزم التنسيب ما ننزمش في مسألة معقدة يراه حشاك سمعني جدواشو كي بغلب اللي يرزع سبب مسألة معقدة اللي سبب واحد يستهل فمع التسباب منهم العنصر البشري قلتانو كيش بدها أخباليك يا صديقي كل فهم شخصية الخطاء وشخصية العقوبة اللي يتفعي خلص ما تنزنيشي أنا ولد المكي غلط تحكم لي قرقنا الكل حاسبوا وانا معا كان أعمل تفقدية فيك كيف حط فيها المولد البشرية أعمل رئيس الجمهورية هاوك هاوك تراحي آخر بكتحابة ناحية الفاسدية نبدأها محمد سويب أعمل لجنة وحللها الملفات مباشرة بسورة معناها في أمواء في أمواء أعمل لجنة خاصة لتطهير القضاء لم بعض القضاء تمناس من التقان في هذا النوع من التوافق عشر أو اثناص وحللهم من ملفات الكل يبدوا يمكنوا من حق الدفاع أحمد سويب يسمعوه ويخرجوا قراراته ويسرعوا ومن بعد خلهم يتقضاوا جزائية هذه تطلب إرادة سياسية ليس إرادة سياسية لا خطر ما شاءوا بتكشي أنا بالنسبة ليا الثابت خطر عندي اتصالات بالبعض منهم رفضوا تلميحات وضغوطات لإقامة الإقافات مسيسة من قبل من وقتنا بالقرب وفيما القاضي معروف قاعد يقاسي توا على خاطر لم يضعل لضغوطات سياسية ملفنا بالقرب وعملوا لفيد والبارح هنا وياه ونعم ويستحي أن نقدم قضية ضد التسريب اللي صار به اللي لغ عملية راية مركبة مني نشوف اللي تتاكلاك اللي حشتي بيوم واكثر رمزية ونشبدلك ناس اللي ما عليهم حتى شبهة اللي تتاكلي بلودور اللي حشرته حمادي الرحماني حمادي الرحماني حتى أراه مبعيد على رأي جملة أما عوزي الله على رأيي منظر عمل فيه خمسة كان في قفصة أما حدش مباشرة انتقبلت أنا وياه ويستحيل ميس فرنك على رأيي خطر ينقض في الانقلال والهدف من كل هذا إذن نضرب اللي تتبرو لي متاعكم واذاك عليش تدخل زادا كما قلت انتي سي ثامر اللي التتبع وتحريك تتبع التفقد ضد ناس الحمادي حمادي الرحماني حمادي الرحماني لذلك يبدأ المناظرين اللي فيز القوضات اللي في بالكم منظر هننتبعهم ثلاثة عادة رأواك يشد لك وكال جمهورية تونس وتحقيقها والتونس وكال العام تونس شد دسعين فنياء من الملفات الكبار رأواك شديد الضمان متاع القضاء الكل بورفيرلولي متاع القوضات اللي سميت وما فهم قضاء برديبة حتى فرسيت غناليه رأوا محمد فرحات قالوا مجدب شاوتفاية عندو كيل الجمهورية محمد فرحات محمد فرحات وعظادة ومبعد قضاء بنالي ومبعد قضاء البحيري وبتاور قاعد يبرز قضاء قايز سعيد ونقول لهم من قوضات وردوا بالكم رأوا كما تحاسبوا القوضات تخرين وتمرمدوا وتهانوا راكم بستتمرمدوا وبستتهانوا اللي عملوا قايز سعيد اللي كان الحدث الكبير القادة معناها فعلي قد مساء القضاء هو اللي عملوا حول حل مجلس على القضاء كان ستة فيفري من داخلية هل أنو هذي أعلن النجمو نقتصر عليه كخبر ولا عندو دلالاتو الأعلن على شاي هذي من داخلية وشنو القضاء نوين يعملوا معناها برابوراسا ساشن للقضاء حتى التوى معناها في علاقتهم بالداخلية فهم خضوع معين وتفادي لإغضاء بالداخلية والراوه هذي فالفلات من العقاب اللي يتمتعوا بيها الأمنين اللي كانوا اقترفوا جراء موجودا حتى كل شيء يعمل قايز سعيد بيرمزيتو لا تكنيك إلا باع بغلة عمر والباقي في الميثولوجيا اليونانية اللاتينية الدنيا وتونس شيء ما فهم منها فهم رمزية كل شيء رمزي اللي يعمل فيه شنو الرمز الرمز بشنو الرمز الناس كل لحظوها كونه ما هو مستند حتى شرعيته في الشارع أنا بالنسبة لأي ندور في تونس كل يوم في القايا الكل بشنو البارح بعد الابتحاد عملت مرسو شفاها تن و بعد كتابة تن و بعد سلحت عملته و انت و اللي عينته مرد خلكشي سوف يدير تويت اكو تدلم لأك دونك علمش يستاند حي سعيد الاجس مين يصل بيني منتع الدولة ادارة السيف ما بنو خلدوني يقول ادارة السيف و ادارة القلم يردل في ادارة القلم ما ما نقوله ادارة القلم ربونت القرن منتع وقت ابن خلدون وش اسمه كلي مغروم به هذك الكاشرودي ولا بوتانطايب المتنبي ش اسمه هذك تحزينه كبتاع قرون الوصف الخشيدي انت ايه قل له ناس طيارة بيك راهو اللي لونكوتو ينجم اعمالها هات لعام تلاتة وثلاثين مش عام الواحد وعشرين راهو نخب التونس قوية ومجتمعها ما داني قوي 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 برشا قلقيت برحلة في روابك يمشيت الاتحاد لعام تنسي تشوه بش نوريك اللي عايت لهم ممشاولوشي قايصاي بمارسومن ممشاولوشي ممشاولوشي ونفس الناس تقريبا مشاولو الاتحاد ما زال من مجتمعها مدني يوجا سوكوهتر كوفيفار من انتوكوهتر كوفيفار تاو قد كندون جوزك البلاد ما فام حتى حد واقعيا باللي يحكي وعليه لانفرسون يحبوا يعطيها اللي ناصروا في قايصاي رأوا عنده مناصرين شوية تلافذر ما كايبتير اسكوليتيك اشسام الصلبة اللي كنت تحكي عليها او الاشسام الصلبة اللي كنت تحكي عليها سنكلم ادارة سيف و ادارة الخلم نوجود امان ما نخل دول نقصت السيف نقص حداته بالتطور للمجتمع المدني والحقوق والحريات والديمقراطية لذا عنده سند وحيد هي ادارة السيف الشارع و ادارة الخلم شيء ما عنده ادارة السيف عنده الجيش والأمن واضح والله هذك علي هذك عليش كي انه ما فهم فساد كان في القضاء ما فهم حتى فساد في الأمن واللي تقول انت القضاء ساكن سيبا بريد الندوة الصحفية اللي صار في الافريكا اللي عيون سوماني وجي اتيت وبصفة مباشرة اتهم الرئيس كونه يتودد وقعد يفسد ويرشي في الأمن بصفة بمفهوم معنى يرشي فيها واضح والله معناها القضاء شكون يمسوا الحرية والأمن والقضاء الأمن ديما يشكر فيه ويزور على في الليل أنا أحب نمشي نهاري المثل على القضاء ويأخذ قرار ضد الأمنيين في المثل على القضاء واضح والله الأمن عنده ضبنات يتحكم فيه أكثر من القضاء القضاء حسنا ليس نفس الانسجام خاصة لذلك ماهو مرتكز الأمن والقضاء وكما قالوها برشة محلية الأمن الأمن والجيس استغفر الله إذا كانوا يروا اللي معاتش عنده سند في الشرع يفعلوا للشيرة بتأثير بقوة خارجية خاصة في رائع الاتحاد الأوروبيو خاصة فرنسا والأمريكيات أما السند الشعبي هؤلاء برهب تأثير ما يقول لك هؤلاء البرد يقول لك ما دائما أنت لا يقلقني أمورك الديمقراطية أنا لا أريد أن نتعام أما كالتوازن والأمن والاستقرار الداخلي كنت تستطيع أن تتعلم وعند الزائر وعند الفترول وعند النيجر وعند إيطاليا وعند الهجرة السيناريو هذا حسب تقديرك قريب بعيد أخذرني والله بكل ثوات ليس بكل ثوات ساعة لغلت في تحليل أما على الأقل إلى حد الآن بالكبير لا أخطعتش انقلابه من فصل الثمانين تكتبه وقلته قبل 25 شوية الانقلاب حام امتلفن من جام في 2020 من اللي بدأ يخضر في الأمن وفي الجيش ويمشي للجوامة وحكاية كاليجولا ومراكب بوبانا في 22 بالنسبة لك عام السنين يعني في 29 ما هي المؤشرات 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 والمؤشرات المؤشرات المؤشرات والمؤشرات الأخرية اللي الشراف الشارع أكثر الناس اللي كانوا متردين التواخدين مواقف ضدوا. إذن اللي يضدوا العدد المتاحهم الرافية قاعد يكبر ولا على قلل ولا يشكوا. وعدد المسادين والقاعد ينقص. وإنسان نعاكسوا ذلك في الاستفتاد. ونعطيك دليل آخر. حاجة رمزية كجيومتريس. القضاء. نحن. فان جنوار كسرنا وطرقنا. تفرقنا تفرقنا وصلنا بالسبان معناها. عارك كبير كبير كبير. وما كنا نتقابل. على الأقل اللي نعرف ونقابل قضاء التونسيين. وقت ما رابطي روضة العبيدي. اتحاد القضاء اللي الدارين والجماعية. كنا معناها من. نرضو بعد ما نكلمش. حقا قل معجزة قايسي سعيد. واحدا. واحدا. يعطيه صح. موسيح عمرها مسارت. موسيح عمرها مسارت. يا بديك الراين تلفت ومذابية نضربك. واحده طوي. ولا ونشير بعضهم وكل شيء عندهم اجتماع اليوم. اليوم. يوم الجمعة 24. واضح وكل شيء بالتنسيق. وبالتنسيات ويسمعه الكبار. نكلموهم ونقولهم. ما تفرقوشي وبالتشارك. شكرا حمد سويب على الوقت اللي خصصت هنا. وعلى الحوار الثريي هذي. نكمله نتبع على نواة. أزمة القضاء التونسي. وخاصة موضوع سلاح القضاء التونسي. اللي نتبعو فيه تاو اكتر من عشرة سنين. تحب تقول حاجة في ختاما لحديثنا. ما نقول. مثلا انتي قد تحكي على اسلاح القضاء. اسلاح تكوين القضاء. ما قديت انتي الليسانس ولا مستير. دخلت واش تعمل قضاء. قضايا داري مالي عدلي. واضح بالله. التكوين تقريبا قد هو هو. كيفاش نبدل القضاء. وهم يتلقاوا تكوين مرغيب. ما بنعني. برنامج اسلاح القضاء. يقول لي فلوس. يقول لي تفصلين وتساوي. يكذبوا يكذبوا. وكما تحاصل البحيري على الأقل معنويا. هذي يبش تتحاصل بلو سير. وخاطر تشرتوه توا. الاحديث بدأت تكبروا. وتتكاثروا وتتعظموا. كونه هي بيدها عندها ملفات. تعفاسات. وجبت وش بدها نصرت اماما. يمكن هذه الأسباب اللي تنحها لها. خالد عباس. عندي اخبار تقريبا نتعكد. واضح شكرا نحمد سويب على حضورك. لا نقشي كلمة الخيرة. أنا كلمة الخيرة. محلة حضورك بحضانة معناها. وربي نحي علينا هذه الغمة. الحرية والثورة هي داخلية. واستقلال القضاء هي حسن فردية. يا انت يا بغلى في الحشات. بغلى في الكوفة. اللي يرى الناس مخرف يبعدوا عليك. ولا انت نور وايمان وناس كل تحبك وتتبعك. شكرا مرحبا. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة